بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل والنية وبعد أيها الإخوة الكرام أولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولذاك لابد من تقديم الشكر لجهتين الجهة الأولى أنتم الحاضرون الذين تجشمتم عن إما السفر أو الحضور أو ترك الأعمال والقدوم لمتابعة هذه المجالس العلمية الطيبة المباركة التي تربطنا نحن في القرن الخامس عشر تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومطلع الإسلام ونعرج على التاريخ الإسلامي كيف مر ليس لنقف عنده وإنما لنستفيد منه ونتطلع إلى المستقبل فأنتم تستحقون الشكر الأول والشكر الحقيقة السابق عنكم هو شكر المنتدى الإسلامي الذي نظم هذه الندوات الطيبة المباركة الجميلة المفيدة العلمية فجزاهم الله خيرا وأنهم بدأوا بالمذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي ثم سيأتي الحنبل إن شاء الله ليس هذا فحسب وإنما اختاروا علماء المذهب المتخصصين فيه أو أبرز علماء المذهب في العالم العربي والإسلامي ليقدموا نبذى عن هذا العمل وأظن ستسمعون من الإخوة العلماء الأفاضل ورأيتم أسماءهم فكل منهم خدم المذهب وقام على المذهب الشافعي سنوات طويلة وقدم جهودا طيبة ومباركة والحمد لله لتقطفوا الثمارة أو تأخذوا شيئا من هذه النتائج التي وصل إليها علماء المذهب الشافعي في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين فأهنئ المنتدى الإسلامي على هذه الندوات وعلى هذا الاختيار الطيب المبارك هذه مقدمة أولى مقدمة ثانية أننا نتحدث عن المذهب الشافعي بشكل عام وعن موضوع محدد وهو طبقات الأصحاب وعلماء المذهب هذا الموضوع المذهب الشافعي وطبقات الأصحاب والمذهب الشافعي ما هو موقعه من حياتنا من علمنا من ثقافتنا من ديننا هذا ما نريد أن نعرفه أدرى بكم مثال بسيط جدا العين كل مننا الحمد لله يملك عينا هل يبيعها بألف بألفين مليون مليونين عشر ملايين العين في مكانها لا تقدر بثمن ولكن لا سمح الله واحد أصيبت عينه بحادث ووقعت بالشارع كم تساوي فإذا لابد أن نعرف الشيء في مكانه وفي إطاره فنحن إنما نبحث هذا الموضوع لنكون تحت الإطار العام وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نرجو الله أن يجعلنا من هؤلاء ونستفيد من هذا ويكون مجلس علم فيه ثواب وأجر أولا ثم فائدة علمية وثقافة ثانيا ونكون كما قال السيد الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأظن تذكرون الدعاء لابن عباس رضي الله عنه عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل كان ترجمها للقرآن فقهه في الدين الفقه صحيح ليس المراد من الفقه في الحديث الأول والثاني هو الفقه العملي الفروعي وإنما المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه بمعناه العام والشامل ويدخل فيه الفقه ثم ما هو الفقه أيها الإخوة ما هو الفقه سواء كان فيما يدخل في حديث الرسول أو فيما حصل خلال أربعة عشر قرنان وسيبقى حتى تقوم الساعة ما هو هذا الفقه معروف لدى الجميع مقدم مقدمات مبدئية يعرفها الإخوة جميعا وطلاب العلم ولكن أذكر بها الفقه كما يقول علماؤنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية من الأدلة ومن هنا لا يظن وهذا ما كان من الطامات في القرن الرابع عشر الهجري سابقا وفي القرن المطلع القرن العشرين تقريبا من التعصب والتشدد ووصل لشيء من سوء الأدب والوقاحة الطعم بالمذاهب وشتم المذاهب الفقهية وأنهم طام على الأمة والحمد لله زالت هذه البدعة وانقرضت وانتهت وراجع أصحابها عرفوا أنهم على خطأ وتراجعوا عنها فعندما ندرس الفقه والفقه المذهبي إنما هي مستنبط من الأدلة التفصيلية فهذا الفقه هو القرآن هو السنة هو الإجتهاد كما وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ كما تعرفون عندما أرسله إلى اليمن قاضيا في السنة العاشرة وقال له كيف تقضي يا معاذ إن عرض لك قضاء فقال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي وهذه مصادر الاجتهاد مصادر الأحكام الشرعية والفقية باتفاق المذاهب المعتبرة والأئمة والعلماء وهل يقول مسلم أو فقيه أو إمام مذهب إمام يقول كلمة تخالف القرآن أو يخرج عن إطار القرآن أو السنة حتى العبارة الرائعة الشهيرة التي قالها صاحب المذهب الشافعي الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقول عرض الحائط حد يجرأ مسلم عادي لا يجرأ أن يخالف القرآن والسنة فكيف يتهم الأئمة أئمة المذاهب ومن هم أئمة المذاهب يا أخي وما هو المذهب الشافعي والحنفي والمالك والحنبلي هو أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمال يعني ضربنا شتمنا أربع أشخاص وضربناهن وقتلناهن وانتهينا منهن لا يا أخي المذهب عشرات الآلاف من الأئمة والعلمات والتاريخ عشرات الآلاف إذا ما أقول مليون في كل مذهب وثم أتباع كل مذهب بالملايين ومئات الملايين في عصرنا الحاضر فليس من السهل أنه نطعن فإنما كان الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري وابن عباس وابن مسعود وسوفيان الثوري والأوزاعي والليث ابن سعد يدرسون القرآن والسنة ويجتهدون اجتهاد في القرآن والسنة القرآن والسنة يحتاج الاجتهاد طبعا لا اجتهاد في الأمور القطعية الثبوت والدلالة الزانية وجهة الزاني فجلد كل واحدة مئة جلدة فما جاء الاجتهاد كلمة مئة جلدة ثابتة في القرآن قطعا ودلالة المئة قطعا فلا اجتهاد فيها والذلك لم يخالف فيها مسلم ولا عالم أما يبقى وامسحوا برؤوسكم ما هو الرأس ثلاث شعرات ربع الرأس كل الرأس والمطلقات يتبصت سنة قرو ما هو القرآن باللغة العربية طيب بحث هؤلاء وجاهدوا اجتهدوا وعاملوا تعرفون أظن يعني ولو استطرادا الآن بس أرجو أن أريد ما أطول في المقدمة إن الإمام الشافعي عندما زار الإمام أحمد وفيه قصة طريفة ما أريد أن أقولها المهم أن الإمام الشافعي لم ينمطه هولا الليل وقام صلى الفجر بوضوء العشاء حتى استغربت ابنته وطعا شكت به وقال كنت في حديث في سطر ونصف استنبط منه مئة وستة وعشرين حكم فقهي حديث واحد فإذن الأئمة إنما هم للقرآن والسنة وعندما نقول مذهب الشافعي نقول هو العلماء الشافعية الذين فسروا القرآن والسنة وهل يوجد مسلم يستطيع أن يقول أنا أخذ بالقرآن بدون مفسر ما بيعرف رابع الحاضر ما بيعرف تضم من الفتحة ما بيعرف الكسرة ما بيعرف تنوين وبيعمل حاله مجتهد وبيطعم بالآئمة قلت هذه مقدمة أريد لا أطيل بها نعم فإذن إذن عندنا في قرآن السنة الإجتهاد والإجتهاد هو للأئمة والعلماء بدءا من الصحابة وحتى تقوم الساعة وأن الإجتهاد هو استفراغ الجهد بذل الجهد 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 الطاقة القوة أقصى ما يستطيع المجتهد أمن يبذل عمله ومسؤول أمام الله بذل الجهد في درك الأحكام الشرعية في معرفة الحكم الشرعي من مصادره في القرآن والسنة وبقية المصادر التي أذشار إليها القرآن والسنة بالإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع وأهل المدينة وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغير ذلك من المصادر إذن هذا هو الإجتهاد ومن هنا الإجتهاد بدأ من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ورأي جمهور رغم أن الرسول كان يجتهد والصحابة اجتهدوا في حياته وبطلب منه ولكن الفرق أنهم كانوا يعرضون اجتهادهم عليه فإن أقره صار سنة توفي الرسول ولحق بالرفيق الأعلى فبدأ الصحابة يجتهدون فإن اتفق رأيهم على قول واحد فهو إجماع إذا لم يتفقوا على رأيه فكان اجتهاداً ويقع الخلاف بين عمر وأبي بكر عمر وزيد عمر وابن عباس وهكذا طبعاً وفيه هناك مرجحات ودور الإمام عندما يكون الخليفة أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأن عند الاختلاف ولي الأمر يحسم هذا الاختلاف ويقرر حكم فيننفذ على الجميع قطعاً وهذا هو تاريخ المسلمين حتى وقتنا الحاضر عندما توضع قوانين الآن من الشريعة من الفقه الإسلامي فتختار من المذاهب وتصدر قانوناً يطبق على الجميع يطبقه القضاة هذا هو منهج من زمن الأبي بكر حتى الآن فإذا هذا هو الشهاد بدأ الشهاد ثم توسع في زمن التابعين والتساعدة الإسلامية ثم توسع فيما بعد التابعين وظهر أئمة اجتهاد كثر مئات من المجتهدين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وإذا أن جاء القرن الثاني والثالث الهجري وظهر أئمة الاجتهاد وما المجال لذكر أسمائهم بالشكر نكتفي بذكر المذاهب الأربعة التي استقرت وإنما يوجد مئات المشاهدين وسنرى الآن في بحثنا أن الأصحاب أن الأصحاب بحث حاب الشافعي هي دور الأصحاب هم الذين كانوا المحور الأساسي للحفاظ على آراء المجتهدين ونقلها ونشرها فالأئمة الذين لم يتوفر لهم تلاميذ أصحاب انقرضت مذاهبهم حتى الإمام الشافعي يقول عن الليث ابن سعد في مصر الليث أفقه من مالك مين مالك يا أخي مين مالك مين مالك فقيه أهل المدينة ولا يفتوى مالك في المدينة وأستاذ الإمام الشافعي وشيخه وأخذ الموطأ عليه بعد أن حفزه غيبا أخذ عنه مشافهة ومع ذلك يقول الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه فهنا نرجع للمذاهب الأربعة أنه توفر لهم والحمد لله توفر لهم تلاميذ نجباء بل مجتهدون إما يمكن بعضهم أن يقول مجتهد مطلق بعض العلماء يصفون بعض التلاميذ كمجتهد مطلق وله مذهب وإما أنهم مجتهدون تابعون للمذهب فمن هنا إذن الاجتهاد في القرن الثاني والثالث والرابع الهجي وصل بالازدهار وصل الأئمة المجتهدون واستقر الأمر عمليا على المذاهب الأربعة من أهل السنة وهناك مذاهب أخرى غير مذاهب أهل السنة في مذاهب إذن الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة الإمام الشافعي أظن فضيلة الشيخ الأستاذ الفاضل عبد العظيم الديب يمكن أعطاكم بارحة حسب عنوان المحاضرة أنا الآن بلغة هذا نعم فمكلف بالمحاضرة من شهرين ثلاثة أما بكبرنامج وافتتاح مبارك كان افتتاح لم أعلم به لم أخبر به نعم فالشيخ وهو عالم المذهب الشافعي الشيخ عبد العظيم الديب والآن كان قبل المحاضرة فأعطاكم فكرة عن الإمام الشافعي حياته وسيرته ومحمد مدريس مئة وخمسين ولد مئتين واربعة توفي قرشي مطالبي وليس هاشمي أحيانا يقع بعض الناس خطأ هاشمي وليس بني هاشم بني المطالب يلتقي نسبه مع الرسول في عبد المطالب وليس في هاشم وأنه كان يحفظ القرآن في السابع من عمره والموطأ في العاشرة ثم أخذه عن ماله ثم حافظ اللغة العربية وكان راوية شعر بني هذيل أشعر العرب بني هذيل أشعر العرب فذهب الشافعي إلى البادية مع أنه قرشي ولكن في مكة والحجاز اختلط العرب مع غير العرب بسبب الحج وقدوم غير العرب إلى مكة فذهب إلى البادية ليأخذ اللغة العربية الفصحة الأصيلة وحافظ شعر بني هذيل ونقله ولذلك كان حجة في اللغة الإمام الشافعي ومن هنا كان أحد الإخوة يسأل الآن قبل قليل أستاذ الشيخ عبد العظيم الدكتور في الغرفة إنه شو علاقة الشافعي والتشابه بين الشافعي وابن عباس رحمه الله فهنا ابن عباس قرشي الشافعي قرشي ابن عباس في مكة والمدينة في مكة مكره والشافعي كان في مكة ونشأ في مكة ابن عباس كان حافظا للغة العربية وللقرآن وللسنة الشافعي ناصر السنة عرف في تاريخي بأنه ناصر السنة كان حجة في اللغة حتى صاح الفيروزبادي أثبت كلمات نقلا عن الشافعي وحي الوحيد ففي القاموس وأن شعر بني هذيل الذي وصل إلينا هي الرواية الشافعي بالإضافة إلى سفره لليمن وتعلمه علم المناظرة والجدل ثم سفره بعد أن أخذ علم الحديث وعلم السنة وأهل الحديث ومدرسة الحديث في مكة والمدينة ذهب إلى العراق وأخذ مدرسة العراق وتتلمز على الإمام محمد بن الحسن تلماذ أبي حنيفة وعرف فضل أبي حنيفة ولكن شتمه شتمه مهيك وإنما قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ولم يره بسرع آثاره يا أخي نعم وقال أخذت عن محمد بن الحسن وقرب عير حمل جمال عن محمد بن الحسن فأخذ فقه العراق وهكذا إذن لا أريد أن نقف كثيرا عند الإمام الشافعي لننتقل إلى الأصحاب موضوع محاضرتي موضوع الأصحاب هذه مقدمات أرجو أكون ما طولت أطلت فيها نعم من هم الأصحاب يعني عندما يقول أصحاب المذهب طبقات الأصحاب وعلماء المذهب طبقات الأصحاب من هم الأصحاب طبعا يظن ويرد إلى الذهن أحيانا كلمة الأصحاب بمعنى الصحابة والصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيظن بعض الناس أن الأصحاب في المذهب الشافعي يعني تلاميذ الشافعي اللي أخذوا عليه ورأوه وتبعوه لا هذا الكلام غير صحيح الأصحاب هم علماء المذهب وأصحاب الرأي فيه والمنتسبون إلى المذهب الشافعي ويخرجون الآراء الفقهية على أصول الشافعي ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها ويسمى إلى أن تسمي أخرى في المذهب الشافعي أصحاب الوجوه يعني لهم وجه لهم قول في المذهب الشافعي طبعا مع ملاحظات أنه قد نشير إلى موضوع المصطلحات في المذهب كلمة قول في المذهب يعني للشافعي حصرا وجه يعني اجتهاد لأصحابه وهذا أصحابه إذن أتباع العلماء علماء الشافعية أتباع الشافعي الذين بهذه الأوصاف بدءا من تلاميذه في القرن الثاني الهجري وحتى تقوم الساعة فمن اتصف بهذه الصفات يعتبر من أصحاب الشافعي أعيد التعريف مرة أخرى من هم أصحاب الشافعي هم أصحاب الآراء في المذهب الشافعي أصحاب آراء إلى الرأي رأي واجتهاد يعني هم مجتهدون المنتسبون إلى مذهبه منتسبون لأنهم يجتهدون في إطار المذهب وحسب أصول المذهب وحسب قواعد المذهب نعم المنتسبون إلى مذهبه ويخرجون الآراء الفقهية على أصوله هنا استطرادا خارج الموضوع أصول الشافعي طبعا كل إمام له أصول استطرادا أن الشافعي وضع أصول الفقه وكان أول من دون علم أوصول الفقه في كتابه الرسالة حتى كان الرسالة فتع غريب وعجيب في ذاك الوقت ويقول ابن مهدي هو أني لأدعو الله له في صلاة للشافعي على هذا الكتاب وهذا العمل الذي جمع به الأمة وكانوا مختلفين إلى مدرسة أصحاب الرأي وأصحاب الحديث فدرس مدرسة الرأي في الحجاز مكة والمدينة ودرس مدرسة الرأي في العراق وجمع بين المدرسة ووضع القواعد للإستنباط دونها من القرآن والسنة وأقوال العلماء وسار عليها ولذلك الرسالة تعتبر مقدمة الأم للشافعي الأم هو الكتاب الفقهي الرسالة هي المنهج للإستنباط والأصحاب هم الذين يجتهدون ويذكرون الآراء الفقهية على أصول الشافعي التي وضعها طبعاً أصول الشافعي صحيب الرسالة ولكن طورت ووسعت وكتب فيها بعد شروع على الرسالة وكتب أصول الفقه في الرسالة ومنها كتاب الذي حصل عليه الدكتور عبد العزيم الديب الذي كان قبل قليل أستاذ هذا العصر كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني في أصول الفقه وغيره المهم المستصفى الغذالي في أصول الفقه إذن يعني الأصول ليست محصورة في الرسالة فقط ما ذكرها الشافعي الرسالة كانت منارة ومنطلق للتأليف في كل المذاهب ومنها المذاهب الشافعي إذن يخرجون الأراء الفقهية على أصولها أصوله أصول الشافعي ويستنبطونها من قواعده قواعد الشافعي في الاجتهاد التي سار عليها في العام في الخاص في المطلق في المقيد في الحقيقة في المجاز وهكذا ويجتهدون في بعضها سنرى بعد قليل أنهم مجتهدون وكما قلت قبل قليل بلغ بعضهم إلى درجة الاجتهاد المطلق وحتى ذكرهم بعض العلماء أنهم مجتهدون مطلقون أتباع المذاهب فمثلا على سبيل المثال الإمام أبو يوسف صحيح تابع لأبي حنيفة ولكن مجتهد ويصل إلى درجة الاجتهاد المطلق ولكن ليس له مذاهب أنه تابع مذاهب بحنيفة محمد بن الحسن الحسن بن زياد زفر في الشافعي عند الشافعي المزني الربيع سنرى بعد قليل فالطبري كان تبعا للشافعي ثم صار مجتهدا مطلقا أبو ثور كان من أصحاب الرأي سنرى بعد قليل مجتهد ثم عندما جاء الشافعي إلى بغداد فرآه أبو ثور واقتنع بمنهجه وطريقتي فصار تابعا للشافعي إلا في الاجتهادات التي يجتهدها خاصة فهي خارج المذهب أبو ثور من أتباع الشافعي فإذن يجتهدون في بعضها ويسمون أصحاب الوجوه ومنه عندما يقول في المذهب الشافعي كتب الشافعي في وجه أو في المسألة وجهان أو ثلاثة وجوه يعني ثلاثة أقوال أو قولان أو قول لأصحاب الإمام الشافعي لعلماء مذهبه وليست له مجتهاده ليست من اجتهاده فهم أصحاب الوجوه مراتب المجتهدين بشكل عام طبعا يعني استطرادا وليس مدحني أخي ولا ثناء ولا أريد والله نعم أنا أقول أنا أخدم و يعني أسير في منهج في المذهب الشافعي منذ 54 سنة غير السنوات الأولى في بيت والدي يعني قبل الثانوية والإعدادية يعني من الثانوية الشرعية عام 54 أنا أدرس المذهب الشافعي وحتى الآن فسرت وعشت معه وكتبت ودرست وألفت فمنها مثلا كتاب طبقات المجتهدين فلا هي كتاب حتى في أصول الفقه وفيه طبقات المجتهدين طبعا ما أعرف إذا كان من يريد الحصول عليها أيضا صورت هذا من الكتاب كتاب الوجيز في أصول الفقه مجلدان فمنها طبقات المجتهدين فطبقات المجتهدين عامة وفي المذهب الشافعي خاصة أولا المجتهد المستقل المطلق وهو الإمام الشافعي ما هو تعرفه المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد ووضع أصولا وسار عليها فصار له مذهبا قائما بذاته هذا مجتهد مطلق كالأئم الأربعة والأئمة الذين انقرضوا كان لهم أصول فلهم قواعد ولهم آراء واجتهادات أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد من الصحابة من التابعين سفيان الثوري الأوزاعي ليث ابن سعد غير هؤلاء كان لهم قواعد فهؤلاء من درجة المجتهدين المجتهد مطلق النوع الثاني المجتهد المطلق غير المستقل الأولاني المجتهد مطلق مستقل له مذهب مستقل وقواعد مستقلي وأصول مستقلي الثاني مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد وبلغ رتبة الاجتهاد ولكنه غير مستقل يعني ليس له أصول مستقلة ولكن يجتهد على أصول إمامه وهؤلاء كثيرون في كل مذهب من المذاهب منهم كما ذكرت في المذهب الشافعي فكالمزني والربيع ومن سنذكر بعد قليل في التاريخ خلال التاريخ الإسلامي باعتبار أننا نتحدث عن الأصحاب ليس في أصحاب الشافعي ثالثا المجتهد المقيد مجتهد مقيد وهو مجتهد في المذهب أو في الترجيح مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد ولكن مقيد في المذهب الواحد وترجيح في المذهب الواحد وليس له أصول طبعا ويعرف القياس والتخريج والاستنباط على أصول مذهبه رابعا مشتهد الترجيح ترجيح فقيهم في المذهب ومجتهد ويرجح بين رأي ورأي طبعا وهذا مما يدل على عظمة الفقه الإسلامي عامة وفي كل مذهب فالإمام أحمد له روايتين وثلاثة وأربعة وخمس روايات في المسألة والشافعي له آراء والإمام أبو حنيف له آراء والأصحاب لهم اجتهادات في أصول المذهب الشافعي فمن هنا يأتي مجتهد التخريج أو المجتهد التخريج فهو فقيه النفس ويبين هذه الآراء والأقوال التي سبقتها ويقررها ويحررها ويرجح يرجح أحد هذه الأقوال في المذهب لأنه لا بد في المذهب أن يكون هناك قول واحد يفتى به ويحكم به القاضي ومن هنا ألفت الكتابة الثانية من خمس مجلدات وصلت النسخة الوحيدة إلى الإمارات جديد طلع المعتمد في الفقه الشافعي خمس مجلدات ما هو القول المعتمد في المذهب الشافعي من الطهارة حتى القضاء خمس مجلدات ولم يصل إلى معرض الشارقة في آخر السنة باعتبار كان في التجليد الآن يوزع المعتمد في الفقه فمن هنا المجتهد الترجيح ما هو القول الراجح في المذهب ومن هناك كثيرا ما يقع مشاكل كثيرة قال الشافعية وهذا عند الشافعية لا لا يجوز نسبة شيء للشافعية إلا للقول المعتمد فيه الراجح وسنرى من قام بالترجيح فيما بعد قام علماء بالترجيح خصوصي ونص على هذا أما بعد ذلك نقول قول في المذهب ولو كان للشافعي غير راجح نقول قول للشافعي وجه للأصحاب رأي عند الأصحاب أما ليس المذهب مذهب عندما يقول المذهب ومن هنا نوضع منهجي من هنا لا يجوز نقل المذاهب من غير كتب أصحابها لأنها يجب أن تنقل من كتب أصحابها والمحققين بعد استقرار المذاهب ومن هنا فإن أمهات كتب المذاهب الأولى ومع ما هي الأصل ومع ما فيها من علم كثير لا يجوز للطالب العادي أن يرجع إليها إلا للباحث لأن فيها أقوال غير معتمدة غير راجحة ولو كانت في الرسالة في الأم للشافعي والمدونة لإمام مالك فجاء العلماء فيما بعد وبين ما هو القول المعتمد في المذهب ولماذا اعتمد لسواد العين طبعا لا يعتمد إلا بناء على دليل فهؤلاء هذا المشاهد المقيد يعرف الآراء ويعرف الأدلة ويرى أيها أقوى وهنا يأتي ما يسمى في أصول الفقه التعارض والترجيح بين الأدلة الأدلة عامة القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة الجزئية بين آية وآية بين حديث وحديث بين حديث وقياس فهذا الترجيح يسمى أيضا ترجيح بين آراء المذهب فالمشتهد الترجيح هو الذي يبين القول الراجح في المذهب ومن هنا استقرت المذهب فيما بعد وعرف ما هو القول الراجح لعامة الناس طبعا قد يقال طيب إذا لم يعرف على سبيل المثال في المذهب الشافعي لم يحقق المذهب ويبين القول الراجح إلا معا الرافع والنووي الرافع متوفى 627 أو 26 النووي 67 طيب كيف كانوا الشافعي قبل ذلك يعني ضاعي لا كان علماء ويقومون على ذلك وأكثرهم مشتهدون في هذا ويعرفون ولكن استقر الأمر فيما بعد كما عند المالكية أظن أني أذكر من المالكية خليل عندها جاء خليل خليل في القرن السابن الهجري طيب وين علماء المالكية قبل ذلك فجاء خليل وبذل وفتح الله عليه فتوحات طيبة عظيمة وبيّن القول المعتمد في مذهب المالكية ووضعه في مختصر خليل حتى شاع وانتشر وصار الناس يحفظونه غيبا حتى الآن حتى صار أتباع المذهب المالكي يسمون الخليليون نسبة لخليل لأن خليل هو الذي بيّن القول الراجح في المذهب فإذا هذا مشتهد الترجية أخيراً مجتهد الفتوى آخر مرحل مجتهد الفتوى هو المجتهد الذي يعرف الحكم المعتمد في المذهب الراجح في المذهب نتيجة علمه ودراسته للمذهب ويفتي به ومن هنا الفتوى والقضاء لا تكون إلا بالقول الراجح في المذهب الحنفي في عدة أقوال في المذهب الشافي عدة أقوال في المذهب الحنبلي عدة أقوال في المذهب الشافي عدة أقوال ولكن المفتي يفتي بالقول الراجح والجاك سؤلت قبل يومين ثلاثة في موضوع الوقف استغربت السؤال بعدين سألت قال لي السؤال بصراحة جاينا من إيران كمان استغربت أكثر قال لي من شافعية أتباع المذهب الشافعي في إيران وبدأنا على رأي المذهب الشافعي في إيران في موضوع وقف هناك عطيت الرأي قلت له وأشرت وأجاز بعض العلماء بعض العلماء بيع الوقف للحاجة والمصلحة بحالة ذكرتها فبعطوا لني الفتوى مكتوبي رجعوا لها فسألوني قالوا لي هل تفتي بهذا الرأي قلت له أن هذا قول مرجوح ولكن أفتي به الآن للمصلحة وحسب الظروف التي عندهم في إيران موضوع مسجد وأرض وأراضي كثيرة ولا تنتفع المهم فيعني يمكن ولكن أقول ليس هذا القول الراجح في المذهب أفتي بقول ضعيف في المذهب للحاجة والمصلحة كما يمكن أن أخذ بهذا عند الضرورة طبقات الأصحاب وخدمتهم للمذهب الفقرة الثالثة في موضوع البحث والمحاضرة طبقات الأصحاب وخدمتهم للمذهب أولا بدأ المذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأسس واجتهد وضع المذهب ثانيا تلاميذه طبق الثاني الأولى مباشرة بعضه هم تلاميذه الذين أخذوا على ديه مباشرة وسنذكر بعض من أسمائهم وقدموا لنقلوا المذهب كما سنرى من بيانهم الأصحاب هم الذين حملوا المذهب عن الإمام الشافعي تلاميذ الأصحاب التلاميذ لن أقول كلمة الأصحاب هم أتباع المذهب حتى تقوم الساعة وإن لم يروا فهن الأصحاب التلاميذ الذين أخذوا المذهب عن الإمام ولم يقفوا وإنما حافظوه ونقلوه ونشاروه كما سنر بعد قليل عندما يقول الشافعي عن تلميذه عن المجن ناصر مذهبي ومن هنا كما قلت كثير من الأئمة المجتهدين في تاريخنا الإسلامي في القرن الأول والثاني والثاني لم يتح لهم تلاميذ فانقرضت مذاهبهم ومن هنا نشعر بفضل تلاميذ الشافعي لو لا هم لنقرض علم الشافعي أو نقل في الكتب نقلا ولم يكن له أتباع وانتهى إذن لهم الفضل الأول بعد الشافعي مباشرة وبينوا زيادات لما جد بعد الإمام الشافعي وما لم يتخلم عليه قاموا بتقرير الأدلة قاموا بالتخريج على الأصول تخريج تخريج إذا كان فيه مسألتان ذكرهما الشافعي متشابهتين وجاءت مسألة ثالثة فيخرج قول من مجموع المسألتين أو الحكمين للشافعي فهذا التخريج على الأصول قاموا أيضا فيما بعد خدمتهم للمذهب فيما بعد بعد التلاميذ قاموا المقارنة بين المذاهب وبيان الأدلة وفقه الخلاف بين المذاهب الذي بدأه الإمام الشافعي وفي نهاية الأم ذكر الإمام الشافعي الكلام مع الأوزاعي مع الليث مع الإمام محمد بن الحسان يعني ما هي الأراء التي عرضها هؤلاء الأئمة والرد عليهم وجهة نظر الشافعي المناظرة والجدل فيما بعد التأليف والتصنيف لعلماء المذهب طوال 12 قرن وحتى تقوم الساعة نشر المذهب ونقله أيضا الأصحاب ميزة الأصحاب أنهم نقلوا مذهب الشافعي إلى العالم وسنرى بعد قليل إشارة في الأخير وقلناها الآن إذا لا يجد الوقت أن كما نعرف جميعا أن الشافعي ولد بغزة ونشأ في مكة وشاع مذهبه تقريبا قليلا في مكة والمدينة ثم في العراق صار له أتباع والمذهب القديم ثم استقر في مصر أين الشافعي من أندونوسيا والآن أكبر دولة إسلامية في العالم عدد شعبه 280 مليون من المذهب الشافعي حصرا ماليزيا كلهم شافعية بروناي كلهم شافعية إذن من الذي أوصله الأصحاب من الذي إخواننا بالشيشان على المذهب الشافعي إخواننا باليمان صحيح الشافعي ذهب إلى اليمن ليتعلم المناظر والجدل ويقال أنه صار قاضيا في اليمن لفترة ولكن لم ينشر هو مذهبه في اليمن ثم ذهر وهو انتقل إلى اليمن الأصحاب ونقلوا المذهب إلى بلاد الشام ومصر واليمان وغير ذلك من البلاد نماذج من الفقرة الرابعة حسب الخطة نماذج من العلاقة والتواصل بين الإمام والأصحاب شو علاقته مع أصحابه نبدأ بالتلاميذ أولاً البويطي تلميذه البويطي يقول الإمام الشافع عنه بس أنقل فقط كلمة يعني دليل ما قام به البويطي وغيره يقول للشافعي ليس أحد أحق بمجلسي يعني عمعين يدرس محل المذهب الشافعي من يوسف ومن يحيا وليس أحد من أصحاب أعلم منه أبو يعقوب هو البويطي ليساني يا سلام يعني هو جهاز الإعلام للمذهب الشافعي والذي نتجر المذهب الشافعي أبو ثور كان من أصحاب الرأي ثم صار من أصحاب الشافعي وله مذهب مستقل في بعض الربيع الجيزي من الجيزة عند الشافعي تلميذان في مصر مشهوران باسم الربيع أحدهم الربيع الجيزي وهو أقل درجة وكان من الجيزة التي هي المحافظة الأخرى بجيانب القاهرة سميت باسمه يا سلام نعم بارك الله فيكم والثاني الربيع المراد الربيع المراد يقول الشافعي عن الربيع المراد أنه كان راوية كتبه هو الراوية الحافظ كتبه الذي يروي الكتب يعني مثل البخاري ومسلم بالأحاديث فهنا الربيع المراد راوية كتبه وكانت تشد إليه الرواحل بعد الشافعي ليأخذوا عنه فذق الشافعي نعم الزعفراني الحسن بن محمد كان تلميذ الشافعي في بغداد وهو الذي نقل مذهبه القديم وحفظه في بغداد الزعفراني الزعفراني مع الإمام أحمد وكتاب المذهب القديم المعروف باسم الحجة نعم أثمت روايات القادمة وكان يقرأ في مجلس الشافعي شافع مدرس في بغداد ومن الذي يقرأ عليه الزعفراني بحضور أحمد بن حنبل وهو إمام المذهب إمام المذهب الحنبلي ومعروف الإمام أحمد بفضله وعلمه وحفظه للسنة ولكن الإمام أحمد كان أستاذاً للشافعي في الحديث بينما كان تلميذاً للشافعي في الفقه نعم وكل منهم يعرف فضل الآخر ونتمنى أن يكون أتباع المذاهب أو المسلمين في عصرنا الحاضر أن يكون عندهم ذرة من احترام الإمام الشافعي إلى أحمد وأحمد للشافعي وليس ذلك التعصب الممقوط أو التعصب المذهبي أو الاختلاف البغيض بين المذاهب أحياناً كما حصل في بعض العصور المزني يقول الشافعي المزني ناصر مذهبي ثم يقول يبين فضله ومكانته لو ناظر الشيطان لغلبه الإمام الشافعي يقول عن المزني نعم هؤلاء الطبقة الأولى وكانوا حملوا المذهب الشافعي طبعاً قلنا الإمام الشافعي عاش في القرن الثاني الهجري 150 وتوفي في مطلع القرن الثالث 204 في القرن الثالث الهجري قام هؤلاء التلاميذ بنقل بحفظ المذهب ونقله ونشره وتدريسه وذلك لهم الفضل الأول الطبقة الثانية وخاصة في القرن الرابع الهجري في القرن الرابع الهجري طبقة ظهر الطبقات مجتهدون وأصحاب رأيهم من الأصحاب على سبيل المثال أمثلة سنتشر أمثلة بالمناسبة في يعني هذا بعض الأمثلة في كتاب اسمه مرجع العلوم الإسلامي ومنها المذاهب الفقهية العلوم الإسلامية العشرة كل مذهب كل علم تعريف به ثم أهم كتبه وأهم علمائه ومنها الفقهاء المذاهب الثمانية كاتبه وانتشفوا وانتشارها ثم بعد ذلك أهم علماء كل مذهب الثمانية من الزمن الإمام حتى العصر الحاضر ثم أهم كتبه وتعريف نصف صفحة نصف صفحة نصف صفحة لكل واحد في هذا وهذا طبع عدة طبعات في دار المعرفة بدمشق المؤلف المتحدث نعم مرجع العلوم الإسلامية طبعا بدأت بالقرآن وعلوم القرآن والسنة وعلوم السنة وكتب السنة وعلماء السنة ثم الأصول الدين وعلم أصول الدين وتعريف علم أصول الدين وأهم علمائه وأهم كتبه في التاريخ الإسلامي ثم انتقلت إلى الفقه فالسيرة فالفرائط فغير ذاك من العلوم الطبع الثانية بعد التلاميذ للشافعي منهم قلنا ابن سريج كان شيخ الشافعية في بغداد وتوفي في تقريبا مطلع القرن الرابع 306 هجري وكان قاضيا وله كتاب في أدب القضاء وله وكان مجتهدا وله رأي وجه في المذهب ابن سريج وقترك كتبا منها الإشراف والإجماع عفوا كان شيخ في عصره ويسمى البازل أشهب ابن سريج الثاني ابن المنذر توفي بعده بثلاث سنوات ابن المنذر المعروف صاحب كتاب الإجماع والإشراف وكان شافعيا ويقال من كتب عنه ودراسة حياتي أنه مجتهد كامل تقريبا إما مستقل وإما تابع للشافعي ومجتهد أصولي ثالثا ابن خيران شافعي 320 هجرية متوفة أحد أركان المذهب ابن خيران المذهب الشافعي في القرن الرابع أبو نعيم الجرجاني متوفى 323 فقيه حافظ يجمع بين الحديث والفقه أبو سعيل الاستخري من أصحاب الوجوه في المذهب ابن القاس متوفى 335 قال الشيرازي عنه هو من أئمة أصحابنا أئمة أصحابنا وقال النووي عن ابن القاس هو من أصحاب الوجوه المتقدمين يعني الطبقة الثانية بعد تلاميذة الشافعة وله أدب القاضي والمفتاح والتلخيص منهم أبو إسحاق المروزي 340 فقيه أصولي وانتهت إليه رئاسة الفقه الشافعي بعد ابن سوريج في بغداد طبعا شو بغداد يا أخي بغداد بس لنعرف لماذا احتلت بغداد قبل خمس سنوات بغداد هي عاصمة الدنيا هي حاملة الثقافة الإسلامية كانت منارة العالم طوال خمس قرون وفيها من المكتبات والعلم والآثار والفضل ما تضاهي ما يسمى الآن واشنطن ونيويورك أو باريس أو لندن في العالم في ذاك العصر هذا سبب احتلالها وليس من أجل ما يدعى كذبا أسلحة كيميائية أو غيرها نعم فكان رئاسة الشافعية بعد ابن سوريج ابن أبي هريرة أحد أصحاب الوجوف في المذهب الشافعي وهو وفت ثلاثمائة خمسة واربعين ومن هنا يخطئ بعض الناس يظنه أبو هريرة لا أبو هريرة الصحابي الجليل ومن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أما هذا ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ومتوفى بعد أبي هريرة من ثلاثمائة سنة تقريبا نعم أبو حامد المروذي نعم صحيح هذا الآن أيضا أعطونيها وشكرتهم عليها للأخ على هذا العمل الطيب الرائع والجميل وجزاهم الله خيرا على هذا نعم المذهب القديم أحمد حنب الكرابيسي الزعفراني الجديد هاي تلامسته نعم ثم الطبق الثاني أسماء كثيرة منهم فأنا عم بذكر بعض هذه الأسماء موجودة ابن سوريج بالأحمر نراحظ أنه السلسلة ابن سوريج أبو إسحاق المروذي ثلاثمائة وأربعين ابن القطان وهكذا يعني هذا عمل طيب وجيد ومبارك وجزاه الله خيرا من قام بهذا العمل وأنها تعلق فعلا وتكون مساعدة لطلاب العلم والباحثين أيضا ولا طلاب العلم فقط الباحثين أنا أنسى مثلا واحد بأي وقت أو بأي عصر في القرن الثالث ولا الرابع وفى ثلاثمائة وأربعين ولا ثلاثمائة وأربع وتلاتين كابن القاص فهذا مسهل لي كل هذه الأمور فهذا عمل طيب فجزاهم الله خيرا على ذلك نعم الإسماعيلي ثلاثمائة وسبعين في القرن الخامس الهجري بدأ المذهب الشاف يستقر وينتشر سنقوله بعد قليل كل طبقة ماذا عملت أبو حامد الإسفراري أربعمائة وثلاثة شرح مختصر المجني طبعا نحن قلنا المجني له كتب كثيرة منها المختصر الذي اختصر فيه الأم للشافعي والذي شرحه الإمام الحرمين الجويني أظن يمكن يكون قال أخبركم به الدكتور عبد العظيم أديب وحققه ولأول مرة يطبع بعد ألف سنة وأنه أوسع كتاب في الفقه الشافعي وشرح مختصر المزني نهاية المطلب للجويني إمام الحرمين فالمزني إنه مختصر أيضاً أبو حامد الإسفراييني شرح مختصر المزني وله التعليق الكبرى التي لم نرها حتى الآن خمسين مجلدة أبو حامد الإسفراييني من كبار أصحاب الشافعي خمسين مجلدة وكان قاضياً وكان إمام طريقة أهل العراق بالمناسبة استطرار سيدنا وراء القليل أنه في القرن الخامس الهجري انقسم العراقيون الشافعية علماء الشافعية انقسموا إلى طريقتين في التفليف والاجتهاد والتطبيق والآراء طريقة العراقيين بقيادة أبي إسحاق الإسفراييني وطريقة الخراسانيين خراسان هاي خراسان إيران لم تكن شيعية إلا منذ مئة سنة حتى الآن وإنما خرجت علماء كل العلوم كل المذاهب وكل العلوم وأكثر الشافعية من خراسان وفارس نعم الشيرازي كما سنقل الشيراز المعروف نعم وعلماء الشافعية في إيران حتى الآن فقفال المروز إمام طريقة خراسان في القرن الخامس متوفى أربعين وسبعة عشر وكان منهم أبو حامد الجويني والد إمام الحرمين وله كتب كبيرة وعندما يقول والد أو الفقيه أو الأستاذ إمام الحرمين فيقصد والده وله كتب في الفقه التبصر في الفقه والتذكرة والفروق والسلسلة وشرح رسالة الشافعي والد إمام الحرمين ثم سليم الرازي ثم الماوردي في القرن الخامس وله الكتاب الكبير الذي كان يحلم عندما كنا طلاب قبل أربعين وخمسين سنة كان يحلم أساتذتنا والعلماء والمفكرون والمصلحون بطبع أمهات الكتب ومنها المحل لإبن حزم والمغني لإبن القدامى والحاوي للماوردي وطبع قبل سنوات قليلة الحاوي الكبير يسمى الماوردي وكان قاضي القضاة أقضى القضاة في بغداد وكان سفير الخليفة وله الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا وله كتب كثيرة عبقري كان الماوردي فكان صاحب وجه في المذهب الشافعي منهم أبو الطيب الطبري الذي أخذ عنه الشيرازي ويعتبر شيخا للشيرازي وله ثم في ذاك العصر أيضا القاضي حسين وإذا أطلق لفظ القاضي عند الشافعية فهو القاضي حسين المروذي كما أن القاضي عند الحنفية قاضي أبو يوسف كما أن القاضي عند المالكية عبد الوهاب البغدادي كما أن القاضي عند الحنابلة أبو يعلى فعند الشافعية القاضي طبعا في قضاة في المذهب الشافعي آلاف مؤلفي ولكن إذا أطلق القاضي فقط بدون تعريف دون بيان فهو القاضي حسين المروذي كان في القرن القامس الهجري ومنها الشيرازي صاحب كتاب المهذب 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 حققته خمس مجلدات طبعا وله كتاب التنبيه كان التنبيه يحفظ بصما للطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية تنبيه والعلماء يحفظون بصما المهذب وبقي 13 أو 17 سنة في تأليفه ويقول لم أكتب فصلا مو فصل بحسب فصولنا خمس صفحات عشر صفحات إذا فتحوا كتاب المهذب للشافعي الفصل أربع تسطر خمس تسطر لم يكتب فصلا إلا قام وتوضى وصل ركعتين ثم درس أحكام المذهب وكتب هاتين أربع تسطر شوفوا الجهد ولكن طبعا الشيراز المتوفى 476 فله اجتهادات ويرجح ولكن ترجحاته غير معتمدة في المذهب وهذا سبب الذي دفعني للتحقيق لبيان ما هو يقول في المسألة وجهان ما هو القول المعتمد في المذهب ما هو الراجح ما هو المفتاح أنا أبدأ القالة الشافعية أنا ما أعرف أن أطالف في الدكتوراه فبقي نفسي عقدة إلى أن في المستقبل بعد 20 سنة من الدكتوراه حققت هذا الكتاب ولم أحققه بالطريقة العادية مثل ما بعملوا التحقيق حققته فقط لهذا الهدف بس لتخريج الحديث مختصر وبيان القول الراجح في المذهب بس ما أعملت لا ترجمة أعلام ولا مقارنة المذهب ولا ولا لا أنا بهمني أن يستفيد الناس من كتاب المهذب ويعرفوا مباشرة ما هو القول الراجح في المذهب فالشيرازي ولذلك كان يسمى الشيخ إذا أطلق الشيخ عند الشافعية فهو الشيرازي وأظن له قصة ويقول طبعاً كان حريص على أن يسمى الشيخ وصار هو في المذهب الشافعي يسمى الشيخ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له يا شيخ فأعجبتك رؤية الرسول طبعاً ما تعرفون ما كانت رؤية الرسول في النوم من جهة وقال له يا شيخ اعتبر هذا مدح وثناء وأنه لقب لا مثيل له وكان لا يرضى إلا أن ينادى بالشيخ كما نداه الرسول عليه الصلاة والسلام وعرف بذلك وهو يستحق ذلك يستحق؟ نعم منها أيضاً في القرن الخمسيجي إمام الحرمين الجويني صاحب نهاية المطلب في دراية المذهب وكان أصولياً وتصوروا يا أخي وين هذا أين عاش وأين ولد وأين تربى إمام الحرمين إمام الحرمين مكيه المديني بس منين إيجا وين كان وين عاش وأن كان أصله عربي نيسابور بإيران جاء للحج إلى مكة عاش واستقار جاور مكة المدينة ففرض علمه وفضله وذكاءه وخبرته حتى صار إماماً لمكة وإماماً للمدينة فصار سمي إمام الحرمين وأربع سنواته عاد لنيسابور ومات في نيسابور لنعرف فضل إيران وفارس على تاريخ الإسلامي وما أنجبت من علماء في هذا وأن إمام الحرمين صاب وكان أصولياً له البرهان كما ذكرنا قبل قليل وحققه الشيخ عبد العظيم الديب حفظه الله وجزاه الله خيراً كما كان له كتاب ويعتبر أعظم كتاب في التاريخ الإسلامي في نظام الحكم وهو غياث الأمم في التياث الظلم التياث الظلم يعني رفع الظلم عن العباد وعن الأمم ما هو المنهج؟ طبعاً منهج الإسلام وطريقة الإسلام ويعتبر أفضل بكثير من كتاب الأحكام السلطانية للماوردي بل هو هاجم الماوردي ولمزه أنه ألف كتابه على منهج ليس مستخوذاً مباشرةً من القرآن والسنة وسيرة السلف أبو بكر وعمر وعثمان فهو أخذ غياث الأمم ما هو منهج نظام الحكم ونظام السياسي والأسبوع الماضي جاءني بحث من مجلة جامعة دمشق ما أعرف لمن الباحث وهو الفكر الاقتصادي في كتاب غياث الأمم في التياث الظلم فكر اقتصادي عم يقارنه بالعصر الحاضر وأنه كان مفكراً يعتبر من مفكري اقتصاديين يشاب في العصر الحاضر الآن أتكلم كنت مع الأستاذ عبد العظيم الدين في هذه النقطة فأخبرني بعض الأخوة أنه في رسالة دكتورال الآن عن الفكر الاقتصادي عند الجويني لحظوا هالأعلام يا أخي نذكر هذا هؤلاء آبائنا فجئني بمثهم هؤلاء الذين نعتز بهم الذين خدموا الأمة الذين أناروا العالم فيأتي إنسان أحمق يشتمهم عريب منها بالقرن الخامس الهروي لا أريد أن أقف كثيراً القرن السادس جاء القفال الشاشي ما قلت في القرن الخامس قلت قفال المروزي إمام طريقة الخراسان القفال الشاشي المشهور في أصول الفقه جاء الروياني وله كتاب البحر البحر الذي جمع فيه فق الشافعي ولكنه غير معتمد فيه كثير من الأراء الضعيفة في المذاب الشافعي غير معتمد في المذاب جاء الغزالي وألف الكتب الوسيط والبسيط والوجيز بالإضافة للأصول والمستصفة غزالي ولذلك سلسلة الفقه الشافعي استطراداً الآن سلسلة الفقه الشافعي الأم للشافعي مختصر المزني عن الأم شرح مختصر المزني في نهاية المطلب جاء النووي الروياني واختصر نهاية المطلب بالبسيط والوسيط والوجيز ثم جاء فيما بعد النووي وأخذ الروضة ثم المنهاج فإذن الغزالي 505 ابن أبي عصرون الفقيه المجتهد السوري الدمشقي وأظن من سارة من السوريين يعرفون مئة بالمئة ومن زارة دمشق بيقولوا رايحين على عصرونية وهذا محل عصرونية وهو محل بيع الأدوات المنزلية ليه؟ لأن دمشق في العهد العثماني شارع من الشوارع اسمه شارع ابن أبي عصرون كان إماماً وقاضياً بقي 40 سنة قاضي حتى عامية ورفض أن يحتزل القضاء قالوا الأخي المذهب الشافعي والفقه في الإسلام ممنوع القاضي أن يتولى القضاء قال لا أنا أستطيع أن أتولى وألف كتاباً في تولية القضاء للأعمى ابن أبي عصرون وله كتب وللأسف عرضت هذا الشخص على أكثر من طالب من أجل أن يكتبوا عن حياته وكتبه ولو كتب فقه موجودة مخطوطات فهذا الشارع يسمى شارع ابن أبي عصرون فضعت فيه ببيع الأدوات المنزلية الطنجرة والمعالي وكذا وكذا فسميت العصرونية فكل إنسان يريد أن يفتح محل تجاري فيه أدوات منزلية يسميها عصرونية نسبة لابن أبي عصرون القاضي الشافعي نعم العمراني في اليمن والذي له كتاب البيان وفي اليمن ولهم فضل والبيان شرح المهذب للشيرازي طبعا فيما بعد صار شرح المهذب إنه عد الشروح أهمها فيما نعرف كنا نعرف المجموع للنووي شرح المهذب ولكن العمراني قبله والنووي ينقل كثيرا عن العمراني ولكن العمراني متوفق خمسمائة سبعة وخمسين قبل أن ينقح المذهب ويخرج ويدقق ومن هنا فيه علم كثير وأدلة للآراء وعدة آراء في المذهب الواحد ولكن إذا رجح ما نستطيع أن نأخذ أن هذا هو القول الراحل في المذهب لا بد من العودة للنووي والرافعي فالعمراني اليمني ثم جاء في القرن السابع الرافعي رحمه الله الرافعي من هذي؟ قرشي ولهاشمي قزويني من قزوين هو اللي حقق المذهب الشافعي محققا المذهب الشافعي الرافعي والنووي الرافعي من قزوين والنووي من نواب جنوب سوريا حوران درعة درعا درعو دمشق وكان طبعا يقيم في دمشق في مدرسة دار الحديث رحمه الله نعم فالرافعي ستمية ثلاثة وعشرين توفي ابن أب الدم قاضي حما وكان مجتهدا وله كتاب أدب القضاء وله كتب في التاريخ وكتب في الفقه ستمية ثلاثة واربعين العزء بن عبد السلام بالقرن السابع متوفى ستمية وستين بائع الملوك وكان مجتهدا وله الكتاب العظيم الذي لا مثيل له قواعد الأحكام بالإضافة إلى الكتاب الذي أنصح به شجرة المعارف للعز تهذيب وتربي وأخلاق وعمق في الإسلام لا مثيل له شجرة معارف فالعز بن عبد السلام وكيف وقف في وجه الحكام في دمشق إلى أن ضايقوه ورفضوا فألا لا أعيش معكم في دمشق وترك سوريا ورا على المصر وصار هناك قاضيا وأيضا هناك عندما وجد مخالفات شرعية من المماليك أعلن بيع المماليك وذلك اسمه بائع الملوك هو المماليك العبيد باعهم الحكام ألا أصلا مماليك أنتم ما بسر تصبحون حكاماً على الأحرار على الحر وإلو قصة مشهيرة فسلطان العلماء شافعي وله اجتهادات وآراء في المذهب النووي جاء النووي 676 وهو محقق المذهب في كتابه خاصة المركز منهاج الطالبين والذي صار اعتماد الشافعية وشروح الشافعية وكتب الشافعية فيما بعد شرح لمنهاج الطالبين مغني المحتاج شرح المنهاج تحفة المحتاج شرح المنهاج نهاية المحتاج شرح المنهاج وهكذا نعم الكتب الذي فالنووي ثم له الروضة عوسع والروضة 12 مجلد طبع في دمشق المكتب الإسلامي ولا يوجد كلمة واحدة من المذهب الأخرى شافعي صرف مئة بالمئة مثل كشاف القناع عند الحنابلة حنبل مئة بالمئة لا يوجد كلمة عن بقية مذهب ما في مقارنة عم يقرر مذهبه البهوتي مذهب الحنبلي ولجلك أهم كتاب في المذهب الحنبلي للفتوى والقضاء كشاف القناع عندنا منهاج الطالبين ثم الروضة درجة ثانية لأن منهاج الطالبين مركز أكثر ثم له كتاب المجموع الذي شرح ربع المهذب حتى أول باب الربع في تسع مجلدات ثم توفيه رحمه الله وهكذا لا نريد أن نبقف عنده نعم معتمد نعم معتمد درجة ثانية عن المنهاج يعني إذا اختلاف إذا ورد اختلاف بين المنهاج والروضة فالمنهاج هو المعتمد لأنه هو المركز والمختصر والمتن وهذه قاعدة عند الفقهاء أنه إذا حصل خلاف بين الشروح والمتن فالمتن هو المعتمد لأن المتن نكون مركز على القول المعتمد مئة بالمئة هنا قد يكون فيه يذكر بعهد النووي أيضا كان عالم من علماء مصر وسورية اسمه الفركاح متوفى ستمية وتسعين ثم ابن الزملكاني في القرن الثامن سبعمية سبعة وعشرين ابن الزملكاني زملكة قري جنب دمشق عشر كيلومتر فهو ابن الزملكاني وكان قاضيا ثم ابن الفركاح الفركاح متوفى ستمية وتسعين ابنه متوفى سبعمية تسعة وعشرين ثم الإسنوي وتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي اثنين من علماء مصر والسوكات مصر سوريا مثل انتقال ما بين الشارقة وعجمان الشارقة ودبي هذه الحدود المصطنعة التي وضعها أعداء الله ويحرسها بتعرفوا مين سايكس بيكو حطوا الحدود بين البلاد العربية ويحرسها من وما هي الصعوبات التي نلاقيها في الحدود والسفارات الانتقال من بلد عربي لبلد عربي بينما في أوروبا التي كانت الحرب بينهم سبعين سنة الحرب بين فرنسا وألمانيا الحدود لا تقف على الحدود نهائيا فولايات أوروبية وبلادنا العربية الحدود للأسف شديد فيعني أقول مصر سوريا بهذا المناسبة السبكي وابن السبكي العز بن عبد السلام مصر سوريا الراحين انتقال كم كان الانتقال هل يوقف أحد على حدود بين الشارقة ودبي بين الشارقة وعجمان كذلك كانت البلاد العربية هكذا نعم بلاد ديار إسلام واحدة وإن وجدت دول سطرادا خارج الموضوع وإن وجدت دول متعددة في التاريخ الإسلامي منفصلة عن بني العباس في بغداد أو عن دماشق أو مختلفة أو عن الحجاز أو اليمن ولكن كانت هذا في المجال السياسي والعسكري فقط أما الشعب والناس والاقتصاد والانتقال والتحرك يأتي ابن خلدون من الأندلس ويصبح قاضيا في القاهرة شيء عادي عادي كمن ينتقل من بلد إلى بلد ومدينة المدينة ويذهب إلى بغداد يصبح قاضيا وهكذا هذا خارج الموضوع بالقرن التاسع جاء البلقيني الشافعي بالقرن العاشر جاء الشربيني صاحب مغني المحتاج بالقرن العاشر جاء الرملي صاحب تحفة المحتاج ويعتبر آخر محققي المذهب وقوله هو المعتمد نهاية المحتاج أنا أقول تحفة لا تحفة عفوا الطبقات فضل هذه الطبقات فضلها على المذهب الشافعي التلاميذ تلاميذ الشافعي حفظوا المذهب ونقلوه لمن بعدهم الأصحاب في القرن الرابع نقحوا المذهب وأقاموا دعائمه ورسخوه في بغداد وفي العالم القرن الخامس نشروا المذهب في الآفاق وصنفوا أهم كتبه ولكن انقسموا إلى طريقة العراق طريقة خراسان إلى أن جمع بين الطريقين ويقال أبو بكر السنجي أول من جمع بينهم وبالإضافة إلى أبو بكر الشاشي وابن الصباغ وإمام الحرمين والغلزالي وانتهت الطريقتان ثم جاء النووي والرافعي ولم يبقى شيء اسمه طريقة خراسان وطريقة البغداد في العراق في المذهب الشافعي القرن السادس التوسع في التأليف وبدأ التقعيد كتب القواعد بدأت في القرن السادس الهجري والتوسع بالكتب الحاوي الكبير للماوردي نهاية المطلب كتب ابن أبي عصرون وغيرها منه نعم وترسيخ المصطلحات جاء القرن السابع القرن السابع عفواً تنقيح المذهب وتحقيقه كاملاً وترسيخ المصطلحات شو معنى وجه شو معنى مصطلح شو معنى المذهب شو معنى الطريقة الطرق المشهور عند الشافعية فبينها الإمام النووي رحمه الله واستقرت حتى عصنا الحاضر القرن الثامن الحفاظ على المذهب وانتشار القضاة الشافعية في العالم نعم مع التأليف القرن التاسع التوسع في التقعيد وشرح المتون شرح المتون كانت موتون صارت شروح القرن العاشر مثله كالثاني ميزة كل طبقة ظهرت سيما سبق جهود العلماء في خدمة طبقات الشافعية خدمة الفقرة المطلوب مني جهود العلماء في خدمة طبقات الشافعية هؤلاء من بدء من الشافعي حتى العصور المتأخرة ما هو جهود علماء الشافعية في بيانهم فظهر بشكل سريع كتبت الشيرازي أول من ألف طبقات الشافع الفقهاء على المذهب الخمسة ومنهم باختصار وكتاب صغير 200-300 صفحة مختصر ترجمة كل فقيف في المذهب الخمسة الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية والظاهرية نعم فبين طبقات الشافعية أولا ثم جاء ابن السبكي رحمه الله تاج الدين ابن السبكي في الطبقات الكبرى والذي طبع في مطبعة عيسى الباب الحلبي طبع سابقا ست مجلدات ثم حقق وطبع في عشر مجلدات طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي وكان أديبا وفقيها ويكتب أشعارا ويكتب لكل فقيه ما هي الأقوال التي تفرد بها وذلك يعتبر مرجع فقي وطبقات الشافعاء عم يكتب عن حياتهم وسيرتهم ومع ذلك يكتب الآراء الأقوال التي انفرد بها كل فقي ثم جاء الإسنوي وطبقات الشافعية للإسنوي ثم جاء النووي وله كتاب طبقات الفقهاء مصطلحة المذهب من كتاب المعتمد كنت في أول أول كتاب المعتمد في الفقه الشافعي وضعت المصطلحات ما هي مصطلحات الشافعية في أوله ما هو المراد من الأقوال من الأوجه من الطرق الأظهر المشهور الأصحاب ولكن لا أقف عندها لأنني رأيت قراءة الآن أنها ستأتي في محاضرة لاحقة إن شاء الله نعم آخر تقريبا نقطة المذهب الشافعي في العصر الحاضر صورة عن المذهب الشافعي في العصر الحاضر أولا مذهب الشافعي أحد المذهب الأربع الذي ينتشر في العالم ويطبعه الملايين من بلاد الشام إلى مصر إلى الحجاز إلى الشيشان وشرق شرق العالم غرب العالم الإسلامي من أوروبا يعني هو في شرق أوروبا لكن غرب نهاية الدولة العثمانية كان قديما في الشيشان وغيرها منها في المذهب الشافعي أندنوسيا ماليزيا بعض البلاد التي عند فيتنام على المذهب الشافعي بروناي الهند الساحل الشرقي منه شافعية الغربي حنفية أندنوسيا كلها شافعية فيه كتب كثيرة ومصنفات في العصر الحاضر وتطبع وتنشر وهذا مثال لها نهاية المطلب والمهذب وغيرها والبيان للعمراني والحاوي التي طبعت وظهرت للوجود وإن كانت يعني تقريبا هي جهود فرية وفي العصر الحاضر لا يوجد من تبنى المذهب الشافعي من الدول المعاصرة خلاف المذهب الأخرى المذهب الأخرى وجد من تبناها المذهب الثلاثة الأخرى تبناها ونشر كتبها عن طريق الوزارات والأموال إلا المذهب الشافعي لحد الآن لم يتبنى للأسف ينتشر نعم آخر نقطة بس في من أشياء الخدمة للمذهب الشافعي أنه أظن هو جزائري وأستاذ في جامعة ماليزيا له كياب مدخل إلى المذهب الشافعي الدكتور نعمان جغيم نعم طبع دار النهضة ففيه دراسة طيبة وجيدة وجه الطيب وفهرس ممتاز هذه نقطة نقطة الأخيرة هو أيضا طالبة من طالباتنا في كلية الدراسات الإسلامية بدبي في الماجستير صنف الكتاب مصطلحات المذاهب الفقهية مذهب الحنفي المالك الشافعي الحنبلي مصطلحات فمنها المذهب الشافعي فيه تقريبا حوالي مئة صفحة مصطلحات المذهب الشافعي صلاحات خاصة بالآئمة صلاحات خاصة بالكتب صلاحات خاصة بالمذاهب والأراء والترجحات في المذهب أرجو أن أكون قد عطيت مريم الظفيري دار ابن حزم في بيروت مريم الظفيري ماجستير هذا حلو ممتاز في كتب كثيرة بسأل زهائي نماذج يعني كما هو وضع المذهب الشافعي في عصنا الحاضر إذا نقف هنا وأرجو الله أن أكون قد عطينا فكرة عن المذهب الشافعي وتحقق النفع منه وإذا كان في أحد إليه سؤال ممكن أن نقف قليلا نشكركم ذكرتم في محاضركم كتابي المعتمد في المذهب الشافعي في خمس مجلدات من هو مؤلفه؟ محمد زحيلي نعم وما هي قاربتكم بالدكتور وهبي شقيقي الأكبر وأستاذي أكبر مني بتسع سنوات ودرسني في كلية الشريعة عندما كنت طالبا وكما أنه كان موجها في الأسرة والبيت مع الوالد رحمه الله ما رأيكم في كتاب الإجتهاد وطبقات المجتهدين الشافعية الدكتور محمد حسنهيتو محمد حسنهيتو يا أخي من علماء الشافعية الكبار في عصنا الحاضر ويؤلف أكبر كتاب في المذهب الشافعي في عصرنا الحاضر وسيخرج بمئة وعشرين مجلد ووصل إلى الثلاثين ولم ينتهي من العبادات محمد حسنهيتو وهو في الكويت ونشر المذهب الشافعي في الكويت لأول مرة وله كتاب الدكتورات تبعه في أصول الفقر الشافعية وثقة ومعتمد وأكاد أن أقول أرجو يسامحني يعني حتى متعصب للشافعية متعصب للإمام الشافعي يحبه حبا جما ما هي له موقع ممتاز ما هي أهم الكتب في المذهب الشافعي التي تنصحون بقراءتها للمبتدئ يا أخي أنصح بكتاب وأظن سيشير لكم عليه الدكتور مصطفى البغة وهو أحد المحاضرين فيها كتاب الفقه المنهجي هذا للمبتدئ مبسط مع الأدلة مع القول الراجح إذا مرحل جامعي أكثر طبعا في كتب كثيرة إما مراجع ومصادر كمغني المحتاج كالمجموع كالروضة بأسلوب معاصر الفقه المعتمد يعني أنا اخترته من الكتب الشافعية ولذلك لم أضع رأيي نهائيا فيه يعني ما كنت مجتهد فقهي ولا شيء مجرد عامل للمذهب من مؤلفاتكم المرجع في العلوم السرعية سمعنا أنه طبع ثانتا بزيادات للأسف أحيانا فيه أحيانا كتب يكون حظة سيئ أو قليل فهو دار المعرفة طابعته في دمشق ولكن للأسف الشديد ليس لها نشاط في النشر فتنشره قليلا فهو سحب عدة طبعات في الطبعة الأولى ثم طبع طبعة جديدة بحرف جميل وإتقام فني أكثر من هذا نعم ما هي أعمالك التي تعملون بها أو التي لم تظهر حتى الآن غير تحقيقهم للمهذب المهذب طبعا من عام 92 وعملت كتب كثيرة واختصاص الدقيق مع المذب الشافعي في القضاء فحققت أدب القضاء لابن أبي الدم وإلي كتاب التنظيم القضاء في الفقه الإسلامي وتطبيقه في العصر الحاضر تطبيق القضاء الفقه الإسلامي ثم له كتاب فقه القضاء والدعوة والإثبات ثم إلي كتاب أصول المحاكمات الشرعية والآن في المطبع الجزء الأول من كتاب الإجراءات الجنائية الشرعية يعني نظام القضاء الجنائي في الإسلام وإلي كتاب رسالة تدكره وسائل الإثبات فأكثر كتب تخصص الدقيق في القضاء فالآن انتهيت وهو مرسل للتحكيم الجزء الأول وأعمل على إكماله في الجزء الثاني الإجراءات الجنائية الشرعية ملاحظة ذكرتم في كتاب أن البيان العمراني هو شرح على المهذب والأمر لا يسكتب هو كتاب مسقل لا يا أخي شرح للمهذب شرح للمهذب بشكل كامل ودقيق نعم وإن كان الطابع والناشر وضع تحت العنوان ما يفيد أنه شرح مهذب أبدا ينقل العمراني ينقل نص المهذب سطر سطرين كنوي ثم يشرحه فهو شرح للمهذب بشكل ولذاك ينقل عليه النووي كثيرا نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم ويوفقكم ويكتبكم لكم الأجر والثواب ترجمة نانسي قنقر